للي ما كانش ما تابعنا قبل الفاصل قبل فاصل كاعدة مدخلة مهمة جدا من دكتور إسلام عنان وبالاختصارا كده اللي أخد لقاح أي نوع لقاح في العالم هو آمن بنسبة 90% ضد أنه يدخل المستشفى بسبب كورونا ممكن تجيله الكورونا مرة تانية آه ممكن تجيله الكورونا مرة تانية بأعراض خفيفة ودي ده مش عايزين أكتر من كده نقول الحمد لله لو جات لي الكورونا مرة تانية هعزل نفسي تاني لأنه في ملايين حواليا لسه ما أخدوشوا اللقاح ودي لحد ما دولنا تبقى زي كل أو معظم الدول اللي تسأل معظم مواطنيها أخدوا اللقاح احنا مضطرين نفضل بالكمامة وبكل الإجراءات اللي احترازي اللي فات قصة خلصت لكن الموجة القادمة إذا أصابت الأطفال أنا عمتخيل حجم الهلع فأه نخاف أخلينا نخاف شوي احنا متخيلين حجم الرعب اللي ممكن يحصل إذا فصول بقت مليانة أطفال عندهم كورونا إن شاء الله تيجي للأطفال أضعف وهي بتيجي فعلا في البلاد اللي سبقتنا في الموجات للأطفال بأعراض خفيفة وحاجة بسيطة جدا تحتاج بس أن نقعد في البيت الفترة العادية بتاعت العزل لكن لا يعني مش عايزين نعدي بكل ده الحاجة بقى المرعبة لنفسي يعني أشارك حضراتكم بيها أنه بدأت كالعادة وأنا ما زال عندي عتاب شديد على التنظيم 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 في مسألة اللقاحات عندي علامة استفاهم كبيرة إن إحنا نظمنا حاجات أصعب من كده بعشرات المرات يكفي النجاح الصاحق لحملة 100 مليون صحة يكفي كل الحملات اللي إحنا غطينا فيها وعالجنا فيها كل المصريين من فيروس C لا إحنا بنعرف نشتغل صحة بنعرف نشتغل صحة إيه اللي حصل أنا مش عارف الحياة محدش عارفه محدش عنده إجابات لكن عندنا مشكلة حقيقية في التنظيم وتغيير الكلام وتخبط الرسائل لدرجة إنه سوء الإشاعات هو السوء اللي الناس مصدقين دلوقتي محدش مصدق وزارة الصحة دلوقتي رجعت ترتب أوراقها تقول للناس إنه هي الحقيقة ما اعتذرتش لكن هو بصراحة حصل كده أوتوماتيك إنه بقى اللي بيسجل لتلقي اللقاح بتجيله الرسالة وقدام عيني سجلت لسيدة ما بتعرفش تقرأ وتكتب قالت لي تاني يوم جالها اللقاح على طول فده بيحصل آه بيحصل لغم التنظيم اللي حصل لكن إحنا بدأت عندنا كعادة المصريين دائما ممارسات الفهلوة وسمحوني البلطجة اللي بتحصل من بعض الناس تخلينا نروح نتصدم تخلينا نشوف على السوشيال ميديا ناس بتكتب أنا كانت أسوأ تجربة في حياتي ليه؟ ده إحنا كنا مبتديين بداية رائعة تخلي الناس تحول العنوان بتاعها أول معرفنا أن فيه ممكن أحول المكان بتاعي لمراكز تطعيم المسافرين فتجي لي الرسالة بسرعة وأنا مش مسافر ولا أنا مسافر والمدارس دخلة ونحنش مسافر في دلوقتي لكن لا ملايين المصريين مسافرين دلوقتي في شهر في آخر أغسطس أنا مش مصدقها مش مشتريها حتى موسم السفر خلص الناس بتستعد للدراسة التزاحم مش منطقي ومش مفهوم وخمسين في المئة منه في هلوة دي ممارثة اسمها بلتاجة سميها شطارة سميها أنا حولت وعرفت أعمل وش معنى هو عمل ملهاش اسم غير أن إحنا بنبلتج باسم option جديد لقناه المصيبة التانية إنك لو رحت ولقيت زحمة وتزاحم بيحصل بسبب ممارسات ناس تانية إحنا بنعمل إيه؟ بنزعق في الطاقم الطبي ودي حاجة أي حد فينا يشوفها مفضلكم ما تقبلوها حتى لو أنت مش من الفريق الطبي ما تقبلش على هؤلاء الناس اللي بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا لوجستيا وماديا بالمناسبة وكل حاجة وبكل المقاييز بيشتغلوا في ظروف صعبة بينفع عشان نقبل عليهم إن أنا أروح أزاع في حد من الطاقم الطبي لأن أنا دوري جاي متأخر التزاحم ليس مسؤوليتهم بكل الطرق في كل الأحوال اللي بيحصل مننا من ممارسات وممكن يكون بسبب أخطاء لوشستية لكن فضلك يا جماعة صدقوني اللقاحات أعتقد أنها متوفرة دلوقتي ودي حاجة يقين يعني ومعلومات إنه بيجي لنا كميات كبيرة جدا من اللقاحات فاللقاحات متوفرة كل ما حتاج أعملوني أسجل أجرب أستنى ثلاثة أيام واروح أخذ أي لقاح ألاقي لأن كلهم فعالين تماما وإذا جي وقت الصفر شهادة PCR أو شهادة تطعيم اللي اتنين بيصفروا الناس في كل حتة في العالم فيش حد بيعمل هذا القدر من الهلع على مسألة الشهادة دي قوي إحنا بلد شهادات حتى في التطعيم معرفش ليه